هذا وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبرية رفح الحدودي وكرم أبو سالم التجاري جنوب قطع غزة لليوم الرابع عشر أعلى التولي مما فقم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أهالي القطع المحاصر وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال منعت خلال فترة إغلاق المعبرين إدخال أكثر من ثلاثة ألاف شحنة مساعدات للقطع وسفر نحو سبعمائة مريض وجريح للعلاج خارج القطع وكان برنامج الأغذية العالمية أكد الحاجة لوصول آمن ومستدام للمساعدات من أجل منع المجاعة في شمال قطع غزة لكن أوامر الإخلاء الإسرائيلية حالت دون ذلك